لا يوجد قرية أو تجمع سكاني خارج حدود صحن مدينة المفرق إلا وتؤرقها مشكلة الصرف الصحي أي دون بني حسن أحد هذه المناطق التي لطالما عانت من هذه المشكلة لطبيعة المنطقة الصخرية التي جعلت الحفرة الامتصاصية حفارا تجميعية بحاجة البلد لشغلات كثيرة يعني ولكن أولو الأولويات اللي هو الصرف الصحي كون البلد هاي صخرية كل أسبوع تفيض الجهرة يعني مش منحقين إحنا التنكات النضح علينا مش منحقين مش منحقين إيش يعني فهي شغلة بعدين روائح كريهة التلوث للبيئة شغلة يعني مزرية كثير هذه المنطقة أكبر منطقة تابعة البلدية المفرق وإحنا نعاني من الصرف الصحي الآن أصبحت البلد مستنقع وروائح بسبب الجوار الانتصاصية طلبنا وزراء البياه والري ووعدونا أنهم يشبوصوني إياه وللآن ما جاءنا هذا الكلام تكلفة شهرية أو نصف شهرية تدفع لصهريج النضحي التي لا تفارق القرية أثر بيئي يعد الأسوأ بحسب أهالي القرية الذين طالبوا مرارا وتكرارا بشمولهم بشبكة الصرف الصحي من دون جدوى نحن في بلدة أيدون بني حسن نعاني من مشكلة الصرف الصحي منذ سنوات عديدة ووعود متكررة بإيصال خدمة الصرف الصحي ولغاية الآن علما بأن أيدون يبلغ عادة سكانها حوالي ثلاث ألف نسمة فيها بيوت كثيرة منطقة مرتفعة وأقرب نقطة الصرف الصحي حوالي كيلومتر من مدينة المفرق هذه المشكلة العائلة منها تقريباً أسبوعين أو ثلاثة كل واحد بدون نضح الجورة تبعه مكلفة ثلاثين خمسة وثلاثين دينار قلة المخصصات دائماً ما تقف عائقاً أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المفرق لتبقى هذه المشاريع مرتبطة بالموازنات التي لا يفارقها العجز على الرغم من أن الحزمة الثانية لإنشاء وصيانة شبكة الصرف الصحي والتي تغطي تسعين في المئة من أحياء ومناطق قصبة المفرق شارفت على البدء بمنحة وصلت إلى ثمانية ملايين ونصف المليون دينار إلا أن قرية أيدون بني حسن غابت عن هذه الحزمة ولا شيء في الأفق القريب لتبقى معاناة الأهالي مستمرة ما لم تأتي منحة أخرى لشمولها أنا سلح راحشة المملكة المفرق